لا أحد يريد لهذه القصة أن تنتهي بل ثمت من يعمل على استمرار فصولها التي تزداد مأساوية مع كل يوم يخفت فيه الأمل بالعودة لهؤلاء الذين أجبروا على ترك ديارهم منذ سنوات طويلة منظمة هيومن رايس ووش أكدت في تقرير جديد لها أن نحو مليوني عراق ما يزالون نازحين رغم انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة منذ عامين مشيرة إلى التجارب المريرة التي تواجه عائلات تكافح لإيجاد ديار آمنة في مناطق النزوح وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة بالعراق في المنظمة أن السلطات في العراق نصبت نظاما سمحة للمؤسسات المحلية وقوات الأمن والهيئات الحكومية بإنزال عقاب جماعي بالأسر التي يزعم أن أقاربها على صلة بتنظيم الدولة وأضافت أن النظام جعل تلك العائلات عالقة في جحيم يمنعهم من العودة إلى ديارهم ويسجنهم في مخيمات ويجبرهم على تحمل ظروف قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالهم في ذات السياق كشفت منظمة العفو الدولية عن تعرض العائلات النازحة في العراق لأخطار التشرد والاستغلال والاتجار البشري محذرة حكومة عبد المهدي من النهج الذي تتبعه في التعامل مع ملف النازحين في البلاد وقالت المنظمة أن النساء النازحات تعرضن إلى مضايقات وابتزاز لافتة إلى أن الكثير من هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى أماكن سكناهم بسبب تعرضها للتهديد بالقتل من قبل ميليشيات متنفذة في مناطقهم الأصلية العاملون في المجاد الإنساني حددوا في وقت سابق من هذا العام مائتين واثنتين وأربعين منطقة مختلفة في العراق لم تتمكن أسرة واحدة من العودة إليها مشيرين إلى أن الحظر الفعلي على عمليات العودة هو شكل من أشكال العقوبة ضد مدنيين عزل يعانون الضياع والتشرد في أوطانهم دون أن يجدوا يدا تلملم جراحهم وتعيد لهم كرامتهم المنتهكة ترجمة نانسي قنقر